أيها المحقق المجاهد في سبيل العلم بعد أن وقفت على المرحلة الأولى من مراحل التحقيق وهي مرحلة الإعداد يطيب لنا أن نبين لك وأن نضع بين يديك المرحلة الثانية من مراحل التحقيق وهي مرحلة التحقيق العملي وكما قلنا فلكل مرحلة خطواتها فهنا كذلك المرحلة العملية للتحقيق لها خطوات من أهم خطواتها وفي مقدمتها الحصول على المخطوط فإذا حددت أماكن وجود المخطوطة في مكتبات العالم عليك أن تسعى للحصول عليها بوسائل خمس إن هذه الوسائل ضرورة وهي تسهل لك الحصول على المخطوط منها التوجه للمكتبة شخصيا بذاتك وتقدم طلبا للحصول عليها أيضا عن طريق المراسلة البريدية وتوكيل شخص بالمهمة إن كنت في بلد بعيد عن مكان المخطوط ولك شخص تعرفه فلك أن توكله بتلك المهمة ليحضر لك المخطوط أيضا من تلك الوسائل وسيلة التليفاكس وهي ضرورة ومسهلة وأخيرا من تلك الوسائل وسيلة البريد الإلكتروني بهذه وسائل الخمس تكون عزيزي الباحث قد وقفت على المخطوط ليشد كذلك إلى المرحلة التالية فبعد أن حصلت على المخطوط وجب عليك أن تنتقل إلى الخطوة التالية من خطوات التحقيق العملي وهي خطوة توثيق نسبة الكتاب المحقق إلى المؤلف كثير من المخطوطات أو كثيرة هي المخطوطات التي تنتسب إلى غير مؤلفيها وذلك لأسباب عدة منها الغاية التجارية أو النفسية وأيضا الجهل أو الغفلة عند توثيق المخطوط أو نسخه من أماكن كثيرة إلى غير ذلك من الوسائل التي توقع في محظور نسبة المخطوط إلى غير مؤلفه أيضا سقوط اسم المؤلف من أول الكتاب عندما يسقط العنوان أو تحزى في الصفحة الأولى وتضيع مع عواد الزمن يضيع معها اسم المؤلف إن محوى العنوان دائما يتبعه محوى النسبة إلى المؤلف وكذلك ربما يكون من بين أسباب محوي اسم المؤلف الحقيقي الأصيل فعلة مقصودة غير طبيعية كحزف المؤلف اسم المؤلف أو وضع اسم آخر أيضا لغاية تجارية أيضا من بين أسباب نسبة المخطوط إلى غير مؤلفه خطأ المفهرسين للمكتبات كثيرا ما يقعون في ذلك وعندئذ ينسب المخطوط إلى غير مؤلفه ما العوامل المساعدة على توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه؟ يأتي الجواب سريعة للتأكد من صحة نسبة الكتاب يسلك الباحث طريقتين أساسيتين إحدى هما قراءة نص الكتاب ففي قراءة النص ربما يحصل الباحث على مرغوبه وعلى غايته فيصل إلى اسم المؤلف الحقيقي فقد يعثر على ما يهديه إلى اسم المؤلف وقرينة أو قرينة تؤكد نفي اسم الكتاب إلى صاحب الاسم المذكور عليه يعني ربما يجد قرينة تعينه على التحقيق العلمي لتوثيق نسبة المخطوط إلى مؤلفه من أمثلة ذلك ما جاء في كتاب تنبيه الملوك والمكايد وهذا الكتاب قد نسب إلى الجاحز المعروف المتوفى سنة 255 هجري وهذا الكتاب مخطوط بدار الكتب المصري تحت رقم 2345 أدب درسه الأستاذ الراحل المحقق الدقيق عبد السلام هارون رحمه الله دراسة فاحصة خلصة منها إلى أن هذا الكتاب ليس منسوبا إلى الجاحز وإنما منسوب إلى غيره حيث قال المرحوم عبد السلام هارون إنك تجد من أبوابه أي أبواب المخطوط باب نكت مكايد كافور الإخشيدي ومكيد التوزون بالمتقي بالله أسماء وردت ومواقف حصلت في هذا المخطوط استطاع الشيخ عبد السلام هارون أن يصل منها إلى النسبة الحقيقية للمؤلف يقول كافور الإخشيدي هذا كان يعيش بين سنتي 292 و357 هجري والمتقي لله كان يعيش بين سنتي 297 و357 انظر إنها الماحة دقيقة من باحث محقق أكد على أن تاريخ وفاة الجاحز كانت قبل هذه السنين بعشرات ومن هنا نستطيع أن نقول إن القراءة الفاحصة لنص الكتاب ربما تحمل بين يد القارئ أملاً وتنير له الطريق فيصل إلى نسبة الكتاب إلى صاحبه الحقيقي كذلك للتأكد من صحة نسبة الكتاب يسلك الباحث طريقتين عرفنا الأولى والثانية هي الرجوع إلى المصادر إن الرجوع إلى المصادر يؤكد على نسبة الكتاب إلى مؤلفه أو تصحيحها وهي على أربعة أنواع أي المصادر أربعة أنواع النوع الأول فهارس المؤلفين والكتب فبالعودة إلى فهارس المؤلفين والكتب يستطيع أن يدرك الباحث نسبة الكتاب إلى صاحبه أيضاً معاجم الشيوخ والمشيخات إن المعاجم ربما يدرك فيها أيضاً النسبة الحقيقي حيث يذكر بعضها الكتابة منسوباً إلى مؤلفه الحقيقي وهي بغية المحقق أيضاً كتب التراجم والطبقات هذه الكتب والتراجم التي دون فيها المؤلفون نسبة المؤلفات إلى أصحابها والمخطوطات إلى مؤلفها الأصل كذلك من بين تلك الوسائل التي تعين الباحثة على نسبة الكتاب إلى صاحبه أو الحصول على نسبة الكتاب إلى صاحبه الفهارس التي نتحدث عنها كثيراً في هذا المقرر فهارس المكتبات العامة والخاصة وهذه هي النهاية الحقيقية للمرحلة الثانية المرحلة العملية للتحقيق هل هناك من خطوات؟ ذاك ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية